نقطة إيمان زوجي مرة قال لي أنت طالب الثلاثة دي كانت صريحة ومرة تانية قال لها بعدها بشهرين كررها نفس الجو عبارة ثلاث مرات وبعدها قال لها مش عارف إيه تب إيه لو طالب الثلاثة لو لبسوا الهدوم تاني الناس قالوا لها كده لأ تتحس بطلقتين وناس قالوا لها لأ ثلاثة وهي بتقول لنا نحن عندنا أولاد وهو رجل كويس وطيب فهل شيخنا في حل للمشكلة بتاعتهم ولا كده وقعت الثلاث سلقات الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام كنا نريد أن نعلم هل الطلقة الثانية كان راجعها من الطلقة الأولى أم لم يراجعها لأن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم فنعم الجمهور يرون أن وقوع الطلقتين في العدة الواحدة واقعتين لكن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وبعض أهل العلم والشيخ أحمد شاكر في كتابه نظام الطلق في الإسلام ذهب إلى ترجيح أن وقوع الطلقتين في العدة الواحدة بدون راجعة يعني لا يقع يعني تقع طلقة طلقة واحدة فربما يكون المخرج هنا لو لم يراجعها يعني طلقها وهي في عدتها دون مراجعة بالنسبة للطلقتين إن كان راجعها ثم طلقها بهذا طلق صريح واقع بقية الطلقة الثالثة هذا طلق معلق فلينظر لهذا الطلق المعلق لو علق الطلق على أن يعني ما تلبسها لدون أيو أن تخلع الملابس لأبنائها فإن كان يقصد التهديد أو الحس أو المنع أو التأكيد فعليه كفارة يمين وليس بطلق أما إن كان يقصد حقيقة الطلق فهو طلق واقع يعني الأخت الفاضلة تسأل زوجها عن نيته في الطلق أيوة الطلقة الثالثة أيوة الطلق معلق الطلق المعلق يعني اللي مش عارف إيه يعمل إيه أو إنتي تب يطالق أيوة الأخت يعني إحنا نصح لو يقصد الطلق تقع الطلق لا يقصد الطلق يكفر كفارة يمين نعم والأخت يعني إحنا بنقول إنتي بتقولي إنه ليس لنا إلا الزوج والأولاد طيب لما أقسم إنك تألعي الولاد بناته دوم ما تألغي الصفر وألعي البناته دوم إيه المشكلة؟ مقاومة أنت عارفة إن دي طلقة الأخيرة نعم